الله صبحكم بألف خير وأهلا وسهلا فيكم من الجديد يعني أجمل لحظات هي النجاح والناس اللي بتحصد كل هذا التعب تعب سنين وتعب هاي السنة كان يوم امتحانات الثانوية العام يوم فاصل لكثير من الناس احنا منقول لكل الناس وهي مش مرحلة نهائية هي خطوة مهمة بالحياة ولكن أكيد مش الختامية لكن الناس اللي فعلا زرعت زرع قوي ومن سنوات طويلة كمان بتكون حصدت نتاج يعني دايما بنكون مهتمين بالنوعية وكمان مش بس بالكمية بنهمنا نلتقي بالناس اللي حققوا نتائج فعلا نفتخر فيها نصيب نابلس بالعشر الأوائل يعني واضح انهم متربعين على عرش الأوائل محافظة نابلس كان فيه الأولى على المرتب العلمي وأيضا بالفرع الأدبي الأولى على فلسطين في الفرع الأدبي ياسمين سليمان وهي معدلها قديش معدل لك ياسمين تسعة وتسعين أربعة تسعة وتسعين وأربعة ألف مبروك ياسمين ومصباح الخير مبسوطين كثير انك معنا في الستوديو وأنا كمان والله وحاسين انك انت كمان قديش مبسوطة ومرتاحة وين راحوا ست علامات هيك الطلاب بيكونوا شعبين تسعة وتسعين فاصل أربعة بيكونوا بس يعني انت كنت من الناس اللي يمكن كان بجيب أكتر لا 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 مبسوطة خلص لا 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 لنأخدها منك لأنه تفضل zarlan لا لا الحمد لله الحمد لله أول شي أت passage克لي يعني كنت متوقعة تكوني من العشر الأوائل أو يعني كان عندك كيف كان معدلك قبل إش كان توقعاتك يعني لا كنت متوقعة إنه من العشر الأوائل بس يعني مكنتش متوقعة للأولى فاع كتير تفاجأت الحمد لله وكتير كتير انبسطت الحمد لله الحمد لله الحمد لله الأولى على فلسطين بالفرعة جد جد شعور يعني لسه مش مصدق مش مستوعب الاشي ألف مبروز فيش أجمل من هذا الشعور يعني أكيد تتعلم عن النجاح وبسيحكم عن جد شعور بجنن العيلة كيف حكي لنا عن عيلتك كمان كيف تت مكيفين لا جد جد يعني كثير 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 مبسوطين احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا سمين احكي لنا انت بعرف انه انت كنت علمي وحولت حكينا شوي هيك عن خط التعليم بالنسبة لك وين كنت تدرسي وليه حولتي لأدبي وهيك قبل انا اول مدرسة رحت عليها هي كليت الروضة بعدين رحت على رهبات مار يوسف ضليتني فيها لصف 11 من 9 ال 11 بعدين لما قررت بدأ ادرس اروح أدبي رحت حولت على كمال الجملات فتخرجتي من كمال الجملات لكن انت كنت رهبات مار يوسف لصف 11 لصف 11 ليه غيرتي اش كان في اشكالية او انا كنت انه اول اشي وانا حداشة انه كان عندي احتمالية مثلا انه درس هندسة جينات كنت حبة بس لبعدين انه عاد افكر في الموضوع هيك مش كتير حبة الاشي هيك حسيت فحبيت انه حاب الترجمة حسيت انه انا اكتر فقلت خلينا اروح أدبي احسن لي فالحمد الله الحمد لله تعرفي اكتر من لغة التالية كنت يبررها بعض فانتي تعرفي كمان فرنسي وانجليش وانجليش اش حاب تكملي ترجمة باش بالانجليزي عربي حاب تدخلي كمان لغة تانية حاب الماني او اي لغة تانية اسبانية اي اشي انا بلغات في شكل عام كتير كتير بحبها وفي مجال مطلوب ومهم واذا كمان انتي متأسسة بلغة تانية هذا بيكون مفيد طيب يعني نشكي كتير من نظام التعليم التوجيهي وحتى احنا اللي درسنا يعني اليوم منقول انه مع انه يصير فيه تغير بهذا بهذا النظام انتي كيف بتشوفي انه قديش الامتحان بتحسي انه كان كان يقيد قديش بتحسي انه فعلا كانت قليلة التدريس انتي لانك كمان يمكن صفح داش كنت علمي ففي مواد علمية اخذتها ولكن المادة نفسها يعني انتي كطالبة هلأ جايب 99.4 صعب اسألك هذا السؤال ولكن عن جرد كيف بتشوفي قليلة الدراسة والامتحانات يعني انا متفألة بالنظام الجديد حاسسته يعني رح يكون احسن واسهل على الطلاب لانه يعني براعي الفروق الفردية وكل شيء ف يعني بتهيأ لي رح يكون ان شاء الله كتير مليح وكتير مفيد هاي السنة وانه كتير حلو انه لتغييره لتغييره بالضبط انه في اربع مواد انه مثلا اختيار منهم رح يخطأ يعني هذا الاشي كتير بشجع الطالب وبيقدر يجيب علامات في هاي حالة فمتفألة انه التغيير سيكون للأفضل يعني تدعو بهذا الاتجاه بالضبط طيب احكينا كيف كان الجو وقت الامتحانات وقبل الامتحانات سنة الدراسة كنت تقضي وقت كتير تدرسي انتي حدا بس بدرستو الوقت ولا عندك اشياء تعمليها لا بالمرة بالمرة مش هيك يعني الكل اصلا متفاجئ بحكي لي ياسمين يعني حتى كل صاحبات وصحابي بحكولي طب انت كنت تتلعي معنا دائما طول اللوئة كيف اه فعلا يعني انا جد امتحسيت بالتوجيهية عالشهر وبالامتحانات الوزارية يعني قبل ما كنت يعني كنت ادرس علي كل شي بس برضو انتبسط في نفس الوقت يعني ما كنت يعني الا الواحد يضغط حاله بس برضو انتبسط يعني كان عادل اشياء فكنت تدرسي بشكل طبيعي بس وقت الامتحانات التركزة منيح بالضبط يعني يعني ادرس يومي وخلص علي وخص انو مش انو ما حددش مثلا اليوم تجسد ساعات سبع ساعات لا خاص يعني ان شاء الله ثلاث ساعات اليوم تدرس خلاص لم اكون مخلصة وبتركز فيهم ثلاث ساعات منيح وبتكملي عندك نشاطات غير منهجية بتعمليها انا بكشافت مشهدات الصداقة في نابلس وكثير نعمل انشاطات طوعية يعني الاشي كثير حلو وبتشاركي بالفعاليات لو عندك انتحانات تدرسي شوية ممكن يكون في علية تطلع عليها ولا كيف هو اه اه كنت اروحي حتى وقت امتحانات بس اكون مخلصة يعني اللي علي وبطلع عادي تحكي لنا عن عيلتك خاصة انه لين كمان عم بتصور معجوقة مش عارفة وين ودوها كان مفوط صور جوة شفت اختك كثير مبسوطة كمان تحكي لنا عن عيلتك كمان كيف الجو والدك والدك يعني لا انا عن جد حسيتهم هم بقدم توجيه معي كنت لا عن جد كانوا يصهروا معي طول الوقت حتى مرات يدلهم يسمعوا لي وهيك معاكي بس تصهروا الليل مو انا كتير من ام لا انا عن جد اذا تركوني بغفة هيك انا يعني فلازم حد يضل فقراسي ولا انتي ولين بس خواتينتين فكيف كان الوضع بالامتحانات كانت تتوتر معاكي لين بعدين واضح انه تدرس هندسة يعني واضح كمان انه هي مويلها علمية وملتزمة بالدراسة كانت بالعكس اخت كتير تشجعني كون محاسة بتوتر او بضغطية تيجي انه تخفف عني وهيك يعني لقى جد اهلي كتير كتير ساعدوني كتير كتير الله يخلي لك ياهم اجواء الامتحانات ياسمين يعني ضغط الامتحان حتى هو اجتماعيا يعني تحسي انه كل الناس تعاملوا مع الموجود التوجيه انه فيه كهرباء اذا فيه حدا في البيت توجيهي كل ما بدناش نزور حدا ما بدناش نعمل وقت الامتحان نفسه التوتر كيف انتي كنت تتعاملي معه مرات احنا كتير منحكي للناس توصيات بس مرات التجربة بتعلمنا اكتر يعني يعني هلأ الامتحانات الوزارية مثلا هو عنجد بس اول امتحان رهبة اول امتحان بس يعني الباقي الامتحانات بتكون عادي الواحد بروح بس انه خلص انه نخلص بس يعني اول امتحان بيكون هو اصعب اشيه بس الباقي بيكون عادي بصلك تمام كنت انتي بمدرسة رهبات بعدين نقلت على كمال جنبلوت بالمدرسة كمان حتى بالصفوف الابل يعني قديش مهم انه كمال مدرسة تأسس شخصية الحدا اكيد اكيد يعني في مجال علمي وفي مجال اخر في مجال الشخصية وفي مجال الاكاديمي اكيد بالنسبة لك هذا كم مهم اكيد هلا يعني المدرسة يعني اول مدرسة اكيد كلية الروضة هي كتير يعني لها فضلي كتير في تأسيسي وكل شي بس انا بدي احكي كمان للطلاب اللي يعني كانواش كتير شاطرين قبل او اي شي يعني جد ما يفيدوا الامل لانه يعني اي حد بقدر يجيب اي معدل دوية يعني مش شرط مثلا يعني حتى على التوجيه بقدر يتفوق حتى لو كان ب 11 عاشر اي اشي بكنش يجيب منيح بس على التوجيه بقدر مش الشاطر من صف اول هو نفسه بدو يضل شاطر لصف 12 يعني الا هو يعني في منه بس برضو يعني يعني هو عن جد ما يفيدوا الامل لانه اي اشي يحطوا هدف براسهم ويضلهم وراه وعن جد بتحقق بس يضلهم امنين في حالهم كل شي بسر مني كيف علامات زميلاتك وزملائك حتى في المدرسة الابل وفي مدرستك هاي العلامات هي السنة انا كتير مبسوطة للكل عن جد عن جد يعني علامات بتجنن 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 فيه علامات عالية كمان بالضبط يعني عن جد كل المعدلات برفاعوا الراس على الاخر اسمعتي ياسمين عن الخلل اللي صار في كتير ناس بس اخدوا كشف علاماتهم في مجموعة من الحالات اللي صارت انه ناس اخدوا انهم ناجحين بس اخدوا كشف العلامات كان راسب يعني اش اسمعتي كمان انت خاصة انك انت بالوسط وانت كمان كيف تلقيتي علامتك واخدتي الكشف بعدين كان مطابق او لا هل في صار اي خلل في اي نقطة من حب نسمع من الناس عشان كمان لنا كتير ساولاتنا نوجهها فيما بعض للجهات الرسمية اول اشي بس بس انا عن جد يعني زيلة تعال انه كان حكين لهم انهم راسب مثلا انهم من اشحين لانه تتعرفين عن حالات هيك؟ انا بس قرأت كنت اقرأ انه ما بعرف حد شخصي بس انه يعني هي الفرحة اول اي شي يعني جد اي شي بس يعني الحمدلله ايهم طلعون اي شحين وقولهم الف مبروك انا كيف اخدت علامتي او وصلي مصيب انا وكمان اخر واحدة او وصلتي فكنت على عصابيع اخر بس ماكنتش عارفة رتيبه انه بس كانوا حكين انه خاص وصلني تعالى تسعة وتسعين واربعة وخلص انا كنت متوقع انه ما بين شه اوك من العشرة الوائل ففتحنا على المؤتمر فلما حكى فرع العلوم الإنسانية حكى اسمه هو الإشي لو تشوفه يعني كنتي في البيت أو في المدرسة؟ لا في البيت كنا فصدمة جد جد الحمد لله فعرفت عملياً الترتيب من المؤتمر فعرفت علامتك قبل قبل بكتير ولا بوقت قليل أظن تسعة وخمسة وثلاثين هيك إشي آه أوك فوصلك قبل تقريباً نص ساعة يعني أقل شوية بالعلامات وكل مدرستك ولكشفك العلامات مطابق لإشي اللي طلع أخذت كشفيك العلامات الثاني يوم أخذتها ممتاز حكي لنا عن بعدين ماذا تفكري هلأ وين تعمل يعرفنا أنا بتحب ترجمة بس هلأ عندك خطط وين بتحب تدرسي أو لسه أنا لسه مش عارفة يعني لازم في هاي الفترة أنا أبدأ أشوف وابصرف إن شاء الله يعني ممكن بره البلد ممكن في البلد ممكن 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 كل شي وارد أه يعني هو كمان كتير في ناس تعطي توصيات يعني كتير لطيف أنك أنت كمان حاب الترجمة واضح إنك عن حب مختيها في هذا الشيء مهم ومهم الناس تختار تخصصات بالضبط حسب يعني جاد الواحد يروح على الأشي اللي بيحبه عشان يبدأ فيه يعني ياسمين ما أحد ما بدهاش حال يدلها يعني هي عم تدلنا كمان يعني هذا الشيء كمان كتير مهم وكمان فرصة الناس تفكر أشي بتحب تعمل ووين مكان هي بتحب تكون فيه سواء يعني قريبة من أهلها وهاي فرصة ممكن تبعد شوية بدي شاتر منك إمك برا ولكن كمان فرصة الواحد يخطها جارب مختلفة هو بالضبط وهيك ياسمين أنت كتير قريبة من القلب يعني منطلقة وطاقتك بتجنن مرات فيه صورة رمضية دائما عند الناس إنه اللي بيجيبوا من العشر الأوائل أو الأول بيكونوا ناس بس مركزين في الدراسة وحظين لا أنا جاد أمدا مش هيك بالعكس أنت مثال رائع لأن الناس تقدر تجيب علامات وتتفوق وبنفس الوقت يعني تمارس حياتها وزي ما قلت إنه إذا بده يجيب علامات منيحة كمان لازم هو يكون شخص صحي عنده علاقاته ونشطات مختلفة فإنتي جد مثال إنه الواحد يتطلع ويقول إنه بنفع الواحد يكون هالأد ناجح ونفس الوقت عنده حياة اجتماعية وغير منهجية ناجحة كتير كتير مبسطنا فيكي مبسطين وفخرين فيكي شكرا نحب نشوف هذا المثال الناجح من الفتيات والشباب اللي بدهم ينطلقوا لسوق العمل والمراهنة عليهم كتير كبيرة كل التوفيق لإليك يا سمين شكرا بحب نشوفك بعد أربع سنين بحب نيريت نقدر نلتقي نشوف وين يا سمين صارت إن شاء الله أي شيء تحتاجي والزملاء كمان إحنا دائما موجودين ألف مبروك لإليك وعائلتك الله يبارك فيكي شكرا يا سمين مشاهدين لحنا نروح فاصل ويمكن هاي اللقاءات تسلج كلوبنا يعني كمان حتى الجيل منطلق نتمنى إنه الناس يكون عندها هاي نظرة تفاولية يختاروا تخصصات بيحبوها وكمان يكون عندهم يعني للناس اللي جاي على مرحلة الثانوية العامة أو مرحلة المدرسة يوازوا بين نشطات كمان ممكن يعملوها من الواحد حتى هو بيكون مفتح بي ما بقوله يعني بكون شخصيته كمان قادرة إنها تخوض هاي التجارب رح نحكي أكثر اليوم عن هاي المرحلة الانتقالية وكيف نختار تخصصاتنا بفقرة مخصصة في البرنامج ولكن خلينا هلأ ننتقل لفاصل ورجعين موسيقى